اشتركوا في القناة عشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاتي ان ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح شرف لي وليك أن نكون تلاميذ لأعظم من جاء إلى هذا العالم شرف وامتياز محدش يستهلوا دي نعمة غنية أن نجلس عند أقدام المعلم ليعلمنا الحق ليفهمنا طرق ليونير عيون أزهاننا جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق هو ده اللي احنا فيه هو ده اللي احنا فيه هي دي الرحلة اللي احنا بقلنا أكتر من مئتين وعشرين مئتين وثلاثين حلقة ماشيين فيها أكتر من سنتين وإحنا بنجري في السكة دي اللي ما ليهاش نهاية ليها بداية لكن ليس لها نهاية عش كده أدعوك أني لأنت بتسمعه ده مش مجرد تكتبه مش مجرد تفهمه لكن ده كنز معرفة الحق ده كنز يغيرك ويضيء للناس الذين من حولك في رحلتنا الطويلة دي خدنا أبواب كتيرة جدا جدا احنا تقربنا نوصل إلى خط النهاية وصلنا إلى ما نسميه الصراع الروحي هل الشرير إبليس الشيطان الحية القديمة التنين العظيم ده كائن حقيقي ولا غير حقيقي مين هو ده ليه تسمى كده ليه أعطي الألقاب دي سلطانه سلطان حقيقي ولا وهمي ما جن إلا إلا بشر ولا لا فيه فيه عفريت فيه روح شرير فيه ملائكة ساقطة دي الدراسة بتاعتنا تكلمنا عن المعركة دي المعركة نهار وليل اصحوا واصهروا ده ما بينامش ده نستني يفترسك أنه بيكرهك بالذات لو أنت ابن حقيقي لله مش من مملكته هو بيفترس اللي معاه هو بيذبحهم وبيهلكهم فغيزوا وسموا أولاد الرب اللي رفضوه واللي أعلنوا ملك الله على حياته مش كده إحنا فيه معركة حقيقية ومعركة حياء وموت مش هزار مش بنلعب حرب مش بنلعب حرب وبنتكلم عن الخطيئة بيقول طرحت كسيرين قتلى جرحة وكل قتلاها قوية فدي معركة فيها جرحة وفيها قتلة ومش الضعفاء الأقوياء مش كده إحنا في معركة حقيقية علينا أن نستيقظ ونتعلم اللي بوليس قاله إنه ما نديلوش فرصة يطمع فينا لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره إحنا عارفينه كويس وفي ذات الوقت إحنا عارفين عارفين قدرة الله وسلاح الله الكامل الذي أعطانا إياه خدنا رحلة اتكلمنا عن مين إبليس وأعماله وطرقه والمداخل بيخش بيها وبعد أن يبتدينا نتكلم عن قوة الله المعطانة لنا مصادر هذه القوة وسلاح الله الكامل خدنا سلاحين لغاية دلوقتي خدنا منطقة الحق وطلعت هنا هي طلعت هنا منطقة أحقاء ذهنكم صحيح مش كده واتكلمنا عن درع البر أن نلبس بر المسيح وأن نسلك بالبر في علاقة بين منطقة الحق وبين درع البر هنا أنا بعرف الحق مش كده هنا أنا بعمل إيه أنا بسلك بالحق أنا بعيز هنشوف هنشوف إزاي الحاجات ركبة في بعضها دلوقتي هنشوف إزاي دول طلعوا في الآخر حاجة واحدة منسوجة في بعضها زي الجندي ده اللي احنا بتفرج عليه إن اللبس ده لبس متكامل إقلع حتة منه اتعرض اتعرض جزء كبير منك صرت معرض حقيقة للهزيمة الجزء التالت من هذا السلاح الكامل هو اسمه قافس وستة خمستاشر حازينة أرجو لكم باستعداد إنجلي السلام خلينا نستدعي الجندي الروماني عشان نستعيد المنظر مرة تانية ونقول هو إيه الحكاية يليه 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 احنا مشورينك معنا رايح جاي رايح اتفضل احنا فهمنا دي دي الحق اللي بيمنطقني ومرتبط بالسيف بكلمة الله لأني بجيبه من ده وبستخدم كلمة الله صح لما أكون فاهم الكلمة صح ففي علاقة ما بين دي وما بين سيف الروح اتكلمنا عن دي بر الله وبر اللي بلبسه بحطه علي عشان أدخل لمحضر الله وأجد نعمة وعاون وعشان أسلك بالاستقامة فلا أعطي إبليس مكان وبالعكس أقول إن الحاجة دي حقيقية إن الإنجيل ده معاش إن الإيمان ده مش نظري مش نظري بحقيقية إيه حكاية بقى حزينة أرجلكم باستعداد إنجيل السلام أصص دوافره على فكرة واخد يعني عامل حساب وجاهز يعني إيه بقى إيه دي إيه حزينة أرجلكم باستعداد إنجيل السلام جملة صعبة أو إيه علاقة إنجيل السلام بالجزمة بالحزاء بالصندل وإيه علاقة ده بالمعركة شي علاقة مجازية معنوية في حاجة ولا مفيش حاجة ها حد يساعدنا فكروا كده معانا أيوة أعصري مخك يا زينب أيوة يعني هتلنع كده حاجة في أي علاقة مبين ده مبين ده ليه بوليس استخدم الانالوجي ده الرمز ده للمعنى ده وإيه علاقته بالمعركة الروحية أيوة فضل تعال كده شوي تعال جنبي أيوة قف المنتصف كده أيوة الهمهم الهمهم إيه وحي إليهم أي فضل مفيش درع هي الخادس فضل مفيش درع حوالين رجله ورجله هي اللي بتمشي في المعركة دي فإيه إيه علاقة ده بإنجلي السلام إيه علاقة الجزمة بإنجلي السلام لا مش عارف بس أنا حاسة اللي أنا شايفان في العربي ما عندكوش حزاء في العربي حزينة أرجو لكم حزينة دي يعني حزاء عارفين كده إنت ممكن تفتكير حزينة يعني حزي وات حزي بيت لأ ملاش دعوة يعني فاهمين إنتو عارفين إن حزين معناها هنا حزاء ما كنتوش عارفين كنت فاكر حازي صح أنا كنت فاكر كده زمان حزين يعني حزي وات أقف صف كده كأننا فاكر عارف لما يقولك خد حازي فأنا حازي كده صفة إنتباع لأ ملاش دعوة كده دي خالف حزين هنا حزاء حزاء للقدم هو إنجيل السلام كنت هتقول إيه بقى كنت هقول إذا رجليه مشيت باستقامة فهو كده في التمام يعني التمام ده درع البر مش هو السلوك بالاستقامة بس ما فيش درع حوالين إيه علاقة الجزمة الحزاء بينجيل السلام بالحرب الروحية اتفضل اتفضل سمعت قبل كده إن حد عليمني كده إن الجندي كان بينام بالحزاء بتاعه علشان في أي وقت يقوم حرب يجي يكون جاهزة وطوله يجري إنه لو جري من غير الحزاء بتاعه والدرع لأ يطلع يجري بالجزمة المهم الجزمة الدرع والبايدة مش مهم وغالبا مش رأي حارب هو غالبا الرأي حيروح يجري بقى طب إيه علاقة النوم برضو إيه علاقة الحزاء بالنوم إنه يكون هو بيقول باستعداد فإنه يكون مساعد في كل في كل وقت مش قوي فالحزاء تعبير عن الاستعداد إيه علاقة الحزاء بالاستعداد حزينة أرجو لكم باستعداد إنجيل كمية كلمات عايزة إعادة ترتيب الجملة صح؟ ضع الكلمات الآتية في جملة صحيحة صح؟ ماقدرش همشي من غير حزاء فبيقول بما أنك ما تعرفش تمشي من غير حزاء ما تنزلش المعركة الروحية من غير حزاء فده استعداد الحزاء كما أنك لا تستطيع أن تسير في الشارع وفي الحياة دون حزاء لا تمشي في حياتك بدون حزاء ما هو؟ فده حزينة بالاستعداد استعداد وحزينة فالاستعداد هو أني ألبس الحزاء كويس؟ طيب إيه إنجيل السلام؟ وإعلاقة ده بالحرور روحي أيوة فضل فضل بس واحد واحدة معي بس أه أنا رس obeyly هو في انجيل مش هول استراج الرقلي كلامك ونور للسبيلي أيوة واحد واحدة استراج لرجلي كلامك وليس جزمة لرجلي ثراج يعني هو النوء سراج لرجل كلامك لرجلي آآ جبنا رقلين يعني مش معنى كده يعني يعني الانجيل ده بستراج لنا فلازمة نمشي ده سيف الروح كلمة الله. صح. 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 طلع صح. طلع صح. ايه بقى حزينة ارجولكم باستعداد انجليسة. ايوة. احنا جبنا نصها. فاضل نصها. قربنا. يعني عملنا مشوار كبير قوي. احنا قلنا ان هو حزينة ارجولكم خلاص. يعني مستعد دايما بالحزاء ان انا بقى. فده استعداد. استعداد. الاستعداد. كما انك لا تمشي في الحياة دون حزاء. اه. لا تمشي في معركتك الروحية دون حزاء. اوكي. الانجيل يعني بشارة. ايوة. بشارة السلام. ايوة. يعني كتاب مؤدس. تبقى انت دايما عندك مستعد ان انت تدي بشارة الانجيل او تبلغ الانجيل لكل الناس اللي بتقبلهم في حقيقة كنت ماشي. تمشي. تمشي. ديولو يد. ديولو يد. فضل. صح? معقولة? تخيلوا هي دي. بصوا ترجمات تانية. نقرأ ترجمات تانية. افن دايك عندنا عملها لنا متلقبطة كده. يعني هو ايه. هو محط الكلام اللي موجود في اليوناني. بس مرتبوش بطريقة نقدر نفهم المعنى. الاستعداد لنشر بشارة السلام كأنه حزاء للقدم. كما انك لا تخرج الى العالم دون ان ترتدي حزاءك. لا تخرج للحياة اليومية. الا وانت على استعداد لنشر انجيل السلام. بي ردي. كن مستعد في كل وقت ان تنشر انجيل السلام. ملحوظة مهمة قوي بقى هنا. ليه انجيل السلام? احنا مش كلمة عن حرب. احنا مش كلمة عن حرب يا جدعان. مفروض انجيل الى ايه? الحرب. الى الحرب يا جهاء. لا سوري. انجلنا انجيل ايه? الحرب. احنا في حرب مع دول خير. لكن لما بنبشر بنبشر مين? لا انا بنبشر مين? ولا ابليس? احنا مرسلين الى اننا نرجعه تاني وانتوبه. انتفقنا لا احنا لنا ليه دعوة بيه ولا بنبشره. احنا بننادي بالانجيل مين? للناس. هذا الانجيل انجيل ايه? يا رب الناس كلها تسمعنا. يا رب الناس كلها تسمعنا. المسيح رئيس ايه? انجيل وانجيل ايه? مش الحرب. عشان اكسب المعركة الروحية مع ابليس? علي ان انادي بانجيل? شايفين? شايفين حاجات بتركف بعضها ازاي? شايفين حاجات بتركف بعضها ازاي? بطرس بيقول نفس الكلمات. فدي مش مش احنا مش بنجيب اية ونطلع عليها معنى. احنا بنلاقي ايات كتيرة صح? كل حاجة بنلاقي ايات كتيرة بتقول نفس الكلام. الحق لازم يكون موجود في الكتاب كله من النحياة دي للنحياة دي صح? لازم نلاقيه في كل حت عشان يبقى هو ده ايه? يا دي الحقيقة صح? ده اللي تعلمناه وحنا بنقرأ الكتاب وحنا بندرس الكتاب. بطرس بيقول كده اما خوفهم فلا تخافوه. اما الخوف منهم فلا تخافوا منهم. في ترجمة تانية. بل قدسوا رب الاله في قلوبكم. ملكوا المسيح. كراون جيزيس. ملكوا المسيح في قلوبكم. ربا وإلها. ان بي ردي مستعدين. مستعدين. استعداد انجيل السلام. مستعدين لنشر انجيل السلام كأنه حزاء للقدم. حاجة لابسة. ما بنزلش من بيتي من غيرها. ما بنزلش للعالم من ايه? من غيرها. وانا نازل الصبح رايح الشغل. وانا رايح الشغل. رايح اعمل ايه? رايح عايز انادي بانجيل السلام. وانا نزل العب. وانا نزل اتفسح. وانا نزل السوق اشتري. وانا نزل السوبر ماركت ابضع. ما بنزلش من بيتنا من غير الجزمة. الجزمة دي ايه? مستعد لنشر انجيل السلام. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ولما تنادوا بالانجيل ندوه بكل وداعة. ومهابة لله. مش بفترة. مش بتعصب. مش بكبرية. مش بتحزب. مش بعجب. بتواضع. ودع. ده انجيل المسيح. لانجيل السلام. ده الانجيل بينادي سلام مع الله. لنا سلام مع الله. سلام مع نفسي. بتصالح مع نفسي. سلام مع اخويا. جعل الاثنين اللي كانوا طول النهار بيتخنوا مع بعض ويدربوا بعض وبيحقدوا على بعض. وبيقتلوا بعض اليهود والأمم. جعل الاثنين واحد. صانعا. سلاما. هو انجيل السلام. سلام مع الله. سلام مع نفسي. سلام مع الناس. هم بيكرهوني. هم في حرب معايا. وانا في سلام معهم. هم في حرب معي. وانا في سلام معهم. لان انا جوايا. سلام الله الذي يفوق كل عقل. انا لا وعايز الناس قوم على بعض. وانا بنادي بالنداء تاني خالص. وعايز عدوة بيني وبين الله. وانا بنادي بسلام بيني وبين الله. عشان كده السلاح دوت. الاستعداد للمناداء بالانجيل. الاستعداد للكرازة بالحق. الجزء الاولاني ان اعرف الحق. الدرق ان يعمل ايه؟ اني اسلك بالحق. اعمل الحق. الجزء التالت ان يعمل ايه؟ انادي بالحق. بصوا ترثبوا. المناداء بالانجيل. بي ردي انزل. مش بس عشان تعيش الحق. انزل. المايند سيت بتاعك. فكرك. الموجة بتاعتك مزبوطة. على انك رايح تعمل ايه؟ تنادي بانجيل. تشتغل ايه؟ عشان انا كل امي تعيش. لا مش بس عشان كل امي تعيش. دي نتيجة. انا بشتغل عشان اكون موجود في العالم. فياروا اعمالي. فيسألوني عن سبب الرجاء. فاعمل ايه؟ فاجاوب. انت اللي سألتني. اجاوب. 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 فانا لاني فاهم الحق. وعايش الحق. لازم امبرمج حياتي. اني مش هنزل الشارع. مش هنزل للناس. ان لو انا جاهز. اني اجاوب الناس. اني انادي بانجيل السلام. هذه المنادقة بانجيل السلام. في الحرب الروحية. في المعركة الروحية. لها جانبين مهمين جدا. هنقرأ شوية ايات وبعد نشرح الجانبين دول. بوليس بيبعت لتلميزه. قل له اكرز بالكلمة. اعكف على ذلك. في وقت مناسب وغير مناسب. استعداد انجيل السلام معناه ما تنزلش غير وانت هتعمل كده. فهم? يعني ما ما ما. بوليس بيقول له كده. في وقت مناسب وغير مناسب. يعني اروح لواحد. الساعة بقى الصبحة خبط على بيته. يفتح لي. يقول له جاي يكلمك على المسيح. بوليس قال لنا كده. في وقت مناسب وغير مناسب. واحد ليلة دخلته. لولة فرحه مع عرصته. خبط عليه. يقول له بتعمل ايه? لازم تقبل المسيح الاول. بوليس قال لنا كده. في وقت مناسب وغير ايه? نقل الوقت لغير المناسب وروح للناس. صح كده? نا. ده اللي بوليس قال? اه? اه? اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. ايه? انا? ولا هو? انا. انا. مش غير مناسب للناس. وإلا الناس هتعمل فيك اه هترزع الفاف في وشك ويمكن تديك بالقلم على والشهر. يا راجل خلي عندك نظر. مش كده? في وقت مناسب وغير مناسب. ليه? ما تنزلش الشارع. ما تنزلش الحياة وانت مش جاهز. ما تعيش وانت مش جاهز انك تنادي بالانجيل. خطر عليك. خطر عليك. كأنك ماشي في الشارع من غير ايه؟ جزمة. جزمة. الازاز والمسامير والعقارب والتعابين وكله هيلدغك. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ طيب ده 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 هيفك. ليه? 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 ليه اعمل كده؟ ليه اعمل كده؟ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. نسعى كسفراء. السفير ده لما يروحوا الصبح مكتبه بيبقى سفير؟ ولا هو على طول سفير؟ على طول سفير. راح السوبر ماركت يشتري حيقول له معالي ايه؟ السفير. مش كده؟ راح النادي يلعب كورة نزل حمام السباحة هو ايه؟ هو سفير في مطرح ما هو موجود. لابس الشورت. لابس الميوه. لابس البدلة. لابس الكارفاتة. لابس اللي هو. لابسه هو ايه؟ سفير. نسعى we will live our life. احنا عنعيش حياتنا سفراء للمسيح. يعني ايه سفراء للمسيح؟ الله يعز بنا. نطلب نيابة عن المسيح اعمله ايه؟ صالحه مع ربنا. انجيل الايه؟ السلام. انجيل المصالحة. بنصالح الناس على ربنا بنصالح الناس على ايه؟ على بعض. انجيل السلامة. ليه? ليه? انا لسه ما قلتش ليه? انا بقول ايه لغاية دلوقتي? ليه كده? ليه? ايه علاقة ده? بالحرب الروحية? اهي بقى. هم غلبوه. القديسين غلبوه. اولاد الملكوت غلبوه. التلاميذ غلبوه. غلبوه. الحية القديمة. الشيطان. ابليس. التنين العظيم. صح كده? غلبوه بدم الخروف. صح? ايه؟ هو بكلمة شهادتي. استعداد انجيل السلام. استعداد انجيل السلام. مش مجرد جزمة في الرجل. ده السلاح روحي يبيد العدو. يهزمه. يصيبه في مقتل. وبكلمة شهادتي. وبعدين لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليه كلمة الشهادة بتهزم ابليس? هل المنادى بالانجيل حرب روحية ضد ابليس? نعم. ليه? ليه? لانها هجوم ودفاع. هجوم وايه? ودفاع. هجوم على مملكة الظلمة. انا المزنون. مش كده? ليه المنادى بالانجيل هجوم فتاك على ابليس? لانه بيكشف الايه? الكذب والظلمة اللي بيقولها. بيفتحوا. بيعريه. بيعريه. هو اعمى اذهان غير المؤمنين. واحنا بنعمل ايه? واحنا بنفتح اذهان الناس وعيون الناس. لتعرى الحق. هو استولى عن الناس. واحنا بالحق بنعمل ايه? بنحرر الناس. هو كدب 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 والناس صدقته. احنا بكلمة شهادتنا بنقول ايه? بنقول حقيقة. ربنا صالح. ربنا حلوة يا جماعة. ربنا ربنا احنين. ربنا قريب. ربنا متاح. ربنا اب صالح. ربنا غفور. ربنا رحيم. ربنا قريب لليدين يدعونه. ابن سيحك عليكم. بالزبط كده. اني انا بحرر الناس من الميتريكس. من العبودية اللي استعبدوها. زي ما قدر. يا بالزبط كده. ازا المناداب الانجيل. وحناخد عنها فصل كامل اللي بعد ده على طول. حنسجله بعد الحرب الروحية. المناداب الانجيل. نشر حلقة يمكن. لوحدها. الكلمة دي استعداد انجيل السلام. النور يضيء في الظلمة. ابليس بيجدب بيضلم الشهادة بتعمل ايه بالانجيل? بتنور الدنيا. ابليس بيموت الناس في بعض. وبيفرق عن ربنا. انجيل السلام بيصالح الناس مع ربنا. وبيعمل ايه? بيصالح الناس مع بعض. بيصالح الناس. بيصالح الزوج مزوجته. بيصالح الاب مع ابنه. بيصالح العدو مع اعداؤه. لما بيجي الاثنين يعرفوا المسيح لما بيتصالح ده مع ربنا بيتصالح ده مع ربنا في حضن أبوهم السماوي بيعملوا ايه هما الاتنين صالحهم ها بعض صالحنا لنفسه في جسم بشريته وعطانا خدمة المصالحة الحق بيطلق الأسرى الذين سباهم إبليس بننقلهم من مملكة الظلمة إلى ملكوت الله المنادى بالإنجيل بيقول كده في أعمال 26-18 لتفتح عيونهم ده اللي قالوا ربنا لبولس مش كده أنا دعوتك لتفتح عيونهم بصوا الكلمة دي لكي يرجعوا من ظلمات إلى نور من سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين دي دعوة الله ليك وليه لتفتح عيونهم ليرجعوا من ظلمات لنور من سلطان الشيطان إلى الله لكي ينالوا معنا الحياة الأبدية المنادى بالإنجيل أنت بتصيبه في مقتل الحقيقة التانية فهي في واقع الأمر يعني زي ما بيقوله حرب تحرير حرب تحرير حرب تحرير ناس مصيرها البحيرة المتقدة بنار وكبريت أنت بتنقلهم من البحيرة المتقدة بنار وكبريت إلى المصير الأبدي إلى فردو صلى الله إلى ملكوت ابن محبته يعقوا بخمسة عشرين بيقول كلام جميل أوي 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 فليعلم أن كل من رد خاطئاً عن ضلال طريقه ينقذ نفساً من الموت حاجة تانية ويستر كثرة من الخطايا واحد مدمن بيسرق وبيعتدي وبينتهك الحرمات وبيكسر الدنيا عارف المسيح اتحرر من الإدمان خفف شوفي مش بس انتقل من الموت الحياة خلص نفسها من الموت مش كده لكن انت عملت ايه كمان عملت ايه كان في بلاوة حياملها تلغت وبالعكس بقى مواطن ايه صالح يصنع خيراً ويتزوج ويربي أولاد وبنات ويبقى رسالة سلام المناداء بالإنجيل حرب هائلة مش برب مش حرب تحرير حرب إنقاذ العالم من شر الأشرار لأن بتحول الشرير إلى بار لكن هي حرب دفاع في ذات الوقت هي حرب دفاع في ذات الوقت عاملة زي ستيف كده دفاع وهجوم ازاي لما أنا أعيش مستعد لما أنا منزلش من بيتي غير وأنا جاهز لمجاوبة كل من يسألني عن سبب الرجاء الذي فيه ده هيحميني ولا لأ أنا ده بيزبطني على البصلة الإلهية ولا لأ أنت مش نازل تشتغل أنت نازل تبني المجتمع وتغير المجتمع أنت مش مجرد نازل تتسوق في السوق مش كده وتشتري احتياجاتك أنت نازل تضيء بينهم كأنوار في العالم الزبطة دي بتاعة مخي بتزبطني على الموجة الإلهية أني مستعد لمجاوات كل من سبب الرجاء بيصحيني بيخليني دايما واعي أني في معركة روحية يا غالب يا مغلوب فهذا الاستعداد بيغيرني أنا بيحميني أنا من السقوط من الدلع مني ما عملش زي ما داود عمل وطلع استرخى على السطح والمعركة شغالة فخد حتة مقلب خد حتة هضر قاعد يبكي أيام ويعوم سريره بالدموع فاهمين بقول إيه فهذا الاستعداد أني أنا لابس جزميتي كويس قوي ما بنزلش الشارع بقول أنا لابس جزميتي فمتقم عارفين في الجيش يقولك اسمها إيه اسمها إيه البيادة دي يقولك قفزها قفز البيادة يعني ربطح كده وطح فكرة دا اللي بيشرح بطرس لما قلناها خوفهم لا تخفوه ولا تضطربوا قدسوا الرب الإله في قلوبكم عشان ننزل أعمل كده بعمل إيه بملك المسيحة لقلبي مش كده بملك المسيحة لقلبي بالديني نعمة النهاردة أشهد لك الديني نعمة أكون سفير لك في مكان عملي أنا مش موارد نازل أشتغل أنا نازل عشيكون سفير لك في العمل أنا نازل عشيكون سفير لك في السوق أنا نازل عشيكون سفير لك في النادي مش كده أنا نازل عشي خطر مستني بس الناس تيجي إيه تسألني فحخلي بالي من التصرفاتي فالاستعداد دا حيخليني أمشي في إيه أسلك بالبر مش عادل عشان يسألوني ما لو شلت اعواج مش هيسألوني. حالوني ما انت زينا اهو. لكن لما بس لك عدل بيسألوني. اخو انت مش زينا. ليه? فده بيخليني اسلك بالاستقامة الاستعداد ده. ومش بس بيخليني اسلك بالاستقامة. بيخليني اعمل كمان ايه? اذاكر. اعمل ايه? من فالملحد ده. لما يقوله ربنا مش موجود. اجاوب ازاي? لازم اذاكر. ازاي اثبت وجود الله من غير كتاب معدس. من غير كتاب معدس. ده ملحد. والشخص ده اللي هو له صورة التقوى ومنكر قوتها. اللي شكله كده مسيحي. بس هو ما يعرفش المسيح. لما يسألني انت ليه مختلف? لازم يبقى عندي اجابة. تساعده. يقول لي ما انا بعمل انت بتعمله. بس انا مختلف عنك. انت متمتع بربنا. انا مش مستمتع بربنا. ايه الفرق? لازم اكون جاهز بالايه? بالاجابة. واللي مش مسيحي خالص. ويسألني عن سبب الرجاء الذي فيه. لازم ابقى عندي استعداد اني انا ايه? اجاوبه. بس لازم اجاوب الطريقة اللي هو ايه? يقدر يفهمها. ما قولوش هكذا يقول الرب. لازم اجاوب اجابة هو يقدر ايه? يفهمها. اذا الاستعداد ده يخليني اعمل ايه? اذاكر. وبكل اسف احنا ايه? مش مذكرين. ولما الناس بتسألنا بنجاوبهم اجابات خيبة اوي. فبدل ما يقتنعوا باللي بنقوله بيقتنعوا باللي هم بيقولوه. مستعدين لمجاوبة. مستعدين دائما بصوا دائما دي دائما. الحزاء للقدم ما تمشيش من غيره. مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء. سبب الرجاء ده البر. البر انا عايش مختلف. انا عندي حاجة مش موجودة عند الناس. كان لسه في جنازة قريب. وكنت بتكلم عن لنا ثقة. نسق بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. نسق ونصر ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. بعزي. فبقرح حتة من الكتاب وبتكلم عن الحكاية ديت. وبعين اخت حضرة. جات لحد تاني ميتعرفوش. جات الاخت تانية بتشتبع عندنا في كنيسة قلت لها. والراجل ده متأكد ليه كده? وانتم متأكدين كده? هو بيكلم كده ازاي? وبين عليه مش مجرد بيقول ده متأكد. هو فيه حد يبقى كده. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللذي فيكو. استعداد. انجيل. السلام. كن مستعد. الاستعداد ده بيحميك. لانه بيزبطك. بيفردك. بيحطك في السكة الصح. بيخليك تذاكر. بيخليك تعرف. بيخليك تعيش بالبر. وفي نفس الوقت الاستعداد ده بيخليك تتكلم وتنادي بالانجيل. فتفضح ابليس. وتهزم العدو في ما اعقله. واضحة ديت? عندنا وقت قليل نسمع يمكن سؤال او اتنين بس. ايوه. فضالي. انا في حاجتين. ايوه. اه فيكم لحضرتك قلتها انه لو انا ما ما عملتش كده. فالعقارب والازاز والمسامير كلها هتدخل في رجل. فانو مش ادرى افهم ايه العلاقة. وتاني حاجة. اقولك. اه. لو انا مش نازل شغلي بالعقلية دي. لو انا مش نازل الحياة بالعقلية ديت. نازل اشتغل. نازل بكسل فلوس. نازل بقى قلمة لقمة عيشي. تحسلك بالاستقامة في الشغل? لو في حاجة هتجيب لي فلوس اكتر ومش مزبوطة قوي هعمل ايه? لا. مش كما? طبعا من غير الحزاء ده هتعور. الحزاء ده بيحمين لان انا عارف انا نازل ليه? شغلي ده رسالة. عملي ده عبادة. هم? حميني. طيب النقطة التانية ده كده صعب طبع علينا قوي. ده معنى ايه? ايوا. ده كده مش هتخلينا ننزل من بيوتنا. لانه. انت على طول حافين. ما هو. يعني حتى في البيت. يعني الواحد برضو بيلبس شبشي. اتفضلي. ما هو. كده ده معناه ان انا لازم. ابا بعمل ده. لو عايز انتصر اه. يبقى انا طول الوقت لازم يعني. زي منطقة الحق. معنى الكلام ده انه. زي درع البر. معنى الكلام ده انه انا كده خلاص لازم. ابا طول الوقت حاطت ده تارجت قدامي. زي درع البر. زي منطقة الحق. زي الخوزة. انا لابس اللبس ده على طول. ما احنا ما هديمش كلا. ان احنا اعتبرنا الحاجات دي كلها ايه. دي كماليات. كماليات. المطور بقى عندنا كمالية في العربية. فبقت عربية كارو. تقدر حضرتك. اه في اية حالك قلتها اه يعني ما كنتش فهمها كده بس يعني هقولك انا فهمت ايه وقولي ايه رجال. اه. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. ايوه. اللي انا فهمت النهاردة ان انا غلبت ابليس في موقعتين. اولا موقعت حياتي بدم الحمل. وغلبت في حياة الناس بكلمة شهادتي. ايو. هالي كلام ده فعلا نظر. ايو. وغلبت في حياتي بكلمة شهادتي. مانا كلمة الشهادة بتحميني. وبتحرر الناس. بس ده اللي قلناه. استعدادي اني انا دي بالانجيل بيحميني انه يضحك علي. بيوضح لي انا عايش ليه. بيخليني سكتي دغري. انا عارف انا هنا انا مين? وعايش ايه? وعايش ليه? اثبت. فالاستعداد ده اني بنادي بالانجيل بيثبتني انا. لكن الاهم من اني يثبتني انا بيعمل ايه? بيأثر في حياة الناس. تمام. فبهزمه في حياة الناس. عشان كده قلت ده دفاع وايه? مجوم. ينفع ارجع على الحتة في درع البر. ايوه. درع البر. اه. فتناه من زمان. بفضل. الحلقة اللي فاتت ده. اه. حراك قلت اللي هو المثل بتاع الاسد والا انا ماشي طب. انا يعني عايز افهم. هل انا ماشي? هل انا ما بغلطش? مهنا اكيد بغلط. ولا حراك تقصد ان الحاجة ربنا ايلي عليها وانا مصمم اعملها او حاجة زي عادة او حاجة زي دوت اللي بيخليني تحت السلطان ابليس. طب انا ممكن بابقى ماشي بالاستقامة فعلا ما فيش حاجة مسيطرة علي. واقع. اه واجدب مقصدش كدبه مسلا بان هي عشان حاجة غير. انا ممكن ان حاجة شغيرة. اعمل ايه? هل ده بي. لا لا استنوا عليها لا. ما قلناش الكلام ده لا. انا كدبت. اعمل ايه? بفضح ناس. اعمل ايه? اقول لي انا كدبت علي. اخف يعني ايه? يعني انا اقول ايه? انا كدبت. لا انا اقول انا كدبت الاول. انا اقول انا انا كدبت. واروح اللي انا كدبت في حقيقة اقول انا ايه? كدبت. انا مش كداب. بس انا اللي قلته ده ايه? كدب. بس مش اقدر اقول لك الحقيقة لانها هتأذي حد تاني. او اقول له الحقيقة. اذا سقطت اعمل ايه? اقوم. ده سلوك بالبر. يعني هلش انا اتكلمت على واحد من وراه. كلام غلط. واعت. اعمل ايه? سمحني يا رب. سمحني. تهزر. الاستقامة نعمل ايه? مش اروح له هو. واقول له انا فضحتك. اوه استفاد ايه? اروح للي قلت له كلام غلط عنه واقول له. اللي قلت لك ده كدب. واقعد تصدقني. ايه? اقول له انا نمام. واللي قلت لك ده اوعى تسمعوا مني. حتى لو حقيقة. انا اللي وحش. ده البر. ده الاستقامة. ده اللي قلناه في نقاء القلب. نظبوط يا اخوة. الاستقامة مش معناني مش اغلط. الاستقامة اني لو سقطت اعمل ايه? اقوم. اذا سقطت اعمل ايه? امشي في الدغري. عزيزي المشاهد احبايا اشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحركة والمشاركة الايجابية الرائعة. الى ان نلتقي. ربنا يحفظك. ويحفظني. تلميذ للمسيح. امين. مجزت المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك. انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة. وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها streaming. تقدر تلاقيها word. تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية. تقدر تلاقيها pdf. تقدر تلاقيها powerpoint. او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها. او تكون للايفود بتاعك. او تكون للايفون بتاعك. او تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيديهات الديديهات high quality موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن. فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. الى ان نلتقي. ربنا معك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة